محامي المطرب المغربي سعدل مجرد بيكشف مفاجآت من الايار السقيل عن الحمض النووي اهلا بكم متابعين قناة محمد سيف الدين اعتبر محامي المطرب المغربي سعدل مجرد جان مارك ان الحكم الذي اصدرته محكمة الجنيات في باريس مسير للدهشة وكمان انتقد الحكم بقوله انه صدر دون اي دليل مادي او عنصر طبي وكمان قال في مقابلة صحفية ان المحكمة فضلت رواية الضحية على رواية سعدل مجرد فلم يكن هناك سالس معهما في الفندق وكمان كشف تصريحات قوية جدا عن الحمض النووي وقال ان الفحوصات الطبية التي اجريت لم تظهر اي اثر للحمض النووي في العضاء التناسلية للانسة لورا بريول وده بيدل بوضوح على انه لم يكن هناك اي فعل اختصاب يمكن ان يكون قد ارتكبه سعدل مجرد وكمان وضح ولفت الانتباه وقال ان احنا دلوقتي مش قدامنا غير عشر ايام بس لتحليل قرار المحكمة ومن الممكن ان محكمة الاستئناف تلغي الحكم الصادر ضد الفنان سعدل مجرد بحبسه ست سنوات وغرامة 300 الف جنيه وده حصل بعد ما النيابة العامة الفرنسية طلبت يوم الخميس سجن سعدل مجرد سبع سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي وكان المغاني المغربي نفى الكلام ده امام محكمة الجنيات في باريس يوم الاربع ان هو يكون اختص بالشابة الفرنسية لورا بريول او عمل علاقة معها وده كان موضوع حلائتنا النهاردة عن اخر المستجدات اللي حصلت في قضية الفنان والمطلب سعدل مجرد ما تنساش يدعم الفيديو بلايك وتشرفنا باشتراكك في القناة وكان معكم محمد سيف سلام عليكم